موسيقى مرحبا طلاب الصافي السادس شوناكم حبابي اتمنى يا رب تكونون بخير اليوم رح نبلش باخر محافظة من محافظات العراق الحبيب اللي 18 هي محافظة البصرة قبل ما ابلش بالموقع الجرافي لهذه المحافظة اللي اريد ان ما عندك حبيبي تركز ويايا وتنتبه لانه محافظة سهلة وحلوة بس بها شغلات وزارية ومهمة تمام فنبلش بالموقع الجرافي لمحافظة البصرة تقع البصرة في اقصى الجنوب الشرقي من العراق في اقصى الجنوب الشرقي من العراق يعني جوة بس بجهة الشرق هاي اللي باللون البرتقالي هذه هي محافظة البصرة اقصى الجنوب الشرقي من العراق تذكروا احنا من قلنا اول محافظة عدنا هي محافظة جهوك من قلنا تقع في اقصى شمال العراق يعني اعلى شيء فنفس الحال هنا للبصرة أقصى الجنوب يعني جوة كلش بس بجهة الشرق من العرب أما بالنسبة لمناخ والتضاريس فأكيد مناخها صحراوي حار بما أنه هي محافظة جنوبية وأيضا تكون الأجواء مزعجة وغير مريحة إذا هبت رياحها من الخليج العربي بما أنه هي قريبة من الخليج العربي فبهاي الحال تكون الرياح رطبة وحارة إذا هبت رياح على المحافظة أما بالنسبة للتضاريس فتقع هذه هي محافظة البصرة فتقع بين السهل الرسوبي يعني هنانا بالأقصى من الشمالية فوق هنانا بالأقصى من الشمالية والشمالية الشرقية راح نلاحظ وجود سهل الرسوبي يعني أرض منبسطة بس هذا الباقي اللي باللون البرتقالي هذا الباقي كله هضبة غربية يعني ارتفاعات وتلال فأشهر التلال اللي عنده المشهورة بمحافظة البصرة هو تل سنام إذا ننتقل على طرق النقل عندك تعليل مهم تسهيل حركة التبادل التجاري بين العراق وجمهورية إيران ودولة الكويت يعني ليش أكو تجارة بيع الشراء بين العراق وإيران ولكويت فرح تقول بينك تفكر بينك وبن نفسك يا هي المحافظة القريبة حدودها من إيران ولكويت أكيد محافظة البصرة فجاوب على هذا التعليل بسبب الموقع الحدودي يعني بسبب حدود البصرة مع إيران ولكويت أكيد سهلت لي حركة التبادل التجاري وأيضا البصرة تمتلك موانئ نفطية وتجارية أهم هذه الموانئ أربع موانئ عندها مهمة ميناء العميق وميناء العمية والبصرة وميناء الفاو أربع موانئ إذا يجنك فراغات وهذا فراغ وزاري مهم أهم الموانئ الموجودة فيها البصرة هي العميق والعمية والبصرة على إثم المحافظة والفاو تمام أما بنسبة الموارد المائية فتعتمد البصرة على شط العرب اللي تكون من الالتقاء نهر ججلة ونهر الفرات في مدينة القرنة يعني بهاي الحالة البصرة تعتمد على نهر ججلة وعلى نهر الفرات اللي يكونن إلي شط العرب في مدينة القرنة مو بس هيشي أيضا تعتمد محافظة البصرة على وجود بعض الأهوار أهمها هور الحوازة والأهوار الوسطى هذاني وين أخذناهم؟ محافظة ميسان عافية هور الحوازة والأهوار الوسطى أهوار تكون مشتركة على الحدود بين ميسان وبين البصرة فله السبب تعتمد عليهم محافظة البصرة هس ننتقل عن نشاط الاقتصادي زراع وصناعة زراعات زراع البصرة محاصلة زراعية مثل قمح وشعير اللي هي محاصلة حبوبنا نمكن محافظة تعلمنا ومحاصلة صناعية اللي هي القطن والذرع وأيضا تحتل مرتبة متقدمة ومراكز متقدمة من زراعة أشجار النخيل الصناعة ديكسوال مهم جدا عدد أهم الصناعات المتوفرة في البصرة عندي بالبصرة 8 صناعات موجودة 8 صناعات صناعة غذائية صناعة انشائية صناعة كيميائية وبترو كيميائية وصناعة الحديد والصلب وصناعات صناعات ثغيلة والورق وصناعة التكرير اللي تتمثل بمصفة البصرة اللي هو على اسم المحافظة من صناعات تحفظ ليهم؟ عندك فراغ أهم الحقول النفطية الموجودة في محافظة البصرة أربع حقول نفطية حقول الرملة والزبير وارطاوي واللحيس الرملة والزبير وارطاوي واللحيس أما بالنسبة للنفذة التاريخية عن المحافظة عندك أيضا فراغ وزاري تعد فراغ أول ولاية إسلامية خارج حدود الجزيرة يا هي المحافظة اللي تعد أول ولاية إسلامية خارج حدود الجزيرة هي محافظة البصرة يعني شنو خارج حدود الجزيرة؟ يعني موما سابقا دول الخليج اللي هي السعودية والكويت والإمارات وغيرها واليمن هذين الدول كانوا يسموها بدول الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية فالبصرة هي أول ولاية إسلامية كانت خارج حدود الجزيرة يعني خارج هذين الدول تمام؟ عندك فراغ أيضا مهم اللي أسس لمحافظة البصرة هو القائد العربي عتبة من غزوان سنة 14 هجرية بأمر من الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب وطورت وازدهرت محافظة البصرة بالعصر العباسي وكانت سابقا تسمى بلواء البصرة نحن قلنا هي محافظة ما كان اسمها محافظة وانا ما كان اسمها اللواء فالبصرة كانوا يسموها بلواء البصرة لكن عندما أجل قانون المحافظات سموها بمحافظة البصرة